مسألة مهمة لا بد أن أشير إليها أن أعرفكم بنحو إجمالي بمجموعة جوامع الأحاديث التفسيرية ومن خلال ما سأبينه لكم ستعرفون ماذا فعل الطوسيون حينما أقول من أن الطوسيين قاموا بتدمير المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة سأحدثكم بنحو الإجمالي عن الكتب التي تمثل جوامع الأحاديث التفسيرية من أهم هذه الكتب تفسير جابر الجعفي وفي الحقيقة ما هو بتفسير جابر؟ إنه تفسير إمامنا الباقر الذي أخذه جابر عنه وجمعه في كتاب عرف في وقته بتفسير جابر الجعفي وإلا فإن جابر الجعفي لم يفسر القرآن وإنما نقل تفسير القرآن عن إمامنا الباقر سؤال هل يوجد في المكتبة الشعية تفسير جابر؟ الجواب كلا لقد ضيعوا ضيعوا في الحلقات المتقدمة جئتكم بتفسير عطية العوف هذا التفسير موجود أتعلمون أن عطية العوف كان معاصرا لجابر الجعفي؟ عطية العوف توفي سنة مية وسبعة وعشرين للهجرة جابر الجعفي توفي سنة مية وثمانية وعشرين للهجرة تفسير عطية العوف موجود ويأخذ منه الشيعة والسنة موجود في المكتبات بشكل مخطوط وبشكل مطبوع أما تفسير جابر لا وجود له هل تعتقدون أن العباسيين هم الذين دمروه؟ أبداً 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 ما بيّنته لكم في الحلقات المتقدمة حينما بدأت أحدثكم عن التحريف في الطوسي وذكرت لكم الأمثلة الكثيرة ولازلت مستمراً في هذا الاتجاه فإن التحريف من داخل الأجواء الطوسية ولا علاقة للعباسيين أو العثمانيين أو المغول أو الوهابيين أو الأزهريين أو أيّة طائفة أخرى التحريف والإلغاء والتدمير في داخل الأجواء الطوسية ومن المراجع الكبار لأن الصغار لا يجرؤون على هذا وقد مرت الشواهد الواضحة التي لا تقبل الجدل والنقاش في التحريف في أهم كتبنا حينما حدثتكم عن التحريف الانتقائي ولقد ضربت الكثير من الأمثلة في وقتها وأنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء في برنامج محدود وفي وقت ضيق جدا هذه المطالب واسعة والحديث عنها يحتاج إلى مساحة فسيحة من الوقت على أي حال تفسير جابر بحسب ما بقي بأيدينا من أحاديثه ليس في كتاب واحد وإنما تلك الأحاديث تنتشر في كتب الحديث وفي كتب التفسير صحيح في السنوات الأخيرة هناك من جمع تلك الأحاديث ووضعها في كتاب وعنونا هذا الكتاب بتفسير جابر لكن هذا ما هو بتفسير جابر هذه بقايا من أحاديث تفسير جابر انتشرت في الكتب وجاء من جمعها تفسير جابر ليس موجودا ضيعوه كان تفسيرا كبيرا جدا موضوعه الأساس الرجعة وبضياع تفسير جابر ضاعت الأحاديث الكثيرة التي تحدث فيها إمامنا الباقر صلوات الله عليه عن الرجعة وأسرارها وتفاصيلها لا يعني أننا لا نمتلك الكثير من الأحاديث عن عقيدة الرجعة نمتلك الكثير من الأحاديث لكن التفسير المتخصص بهذا الموضوع ليس بأيدينا إنه تفسير جابر الجعفي ليس بأيدينا منه إلا بقايا من البقايا جابر الجعفي توفي سنة مية وثمانية وعشرين للهجرة عطية العوف توفي سنة مية وسبعة وعشرين للهجرة لأن تفسيره لم يكن من تفاسير العترة لذا لم يضيع التضيع لتفاسير العترة ضيعوا تفسير جابر لأنه من تفاسير العترة تفسير آخر تفسير محمد بن العباس ابن الماهيار البزاس والذي يعرف في كتب الحديث وفي كتب التراجم بابن الجحام وقد يقرأ الجحام فيقال ابن الجحام وقد يقرأ أيضا ويقال ابن الحجام اختلفت النسخ ففي نسخ هو ابن الجحام والجحام مرض وفي نسخ ابن الجحام وفي نسخ ابن الحجام إنه محمد ابن العباس ابن الماهيار البزاس له تفسير كبير وكبير جدا هل هو موجود بين أيدينا ما عندنا منه إلا بقايا وبقايا البقايا هذه البقايا وضعها المحدث علي الحسيني الاسترابادي النجفي الملقب بشرف الدين من علماء الشيعة في القرن العاشر وضعها في كتابه تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ما عندنا من مصدر آخر بقايا من تفسير محمد ابن العباس هذا التفسير بحسب بقايا ما بأيدينا وبحسب الذين تحدثوا عنه تفسير نادر ونادر جدا لا مثيل له بين جوامع الأحاديث التفسيرية هذا التفسير ليس بأيدينا هناك من ضيعه هناك من ضيعه محمد ابن العباس لا نعرف تأريخ وفاته بالضبط وبالدقة لكنه كان معاصرا للكلين في فترة الكلين الكلين هناك من قال بأنه توفي سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين وهناك من قال بأنه توفي سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين بالنسبة بالنسبة أرجح أن وفاته سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين لبعض القرائن وهناك من يرجح السنة التالية لمعطيات أخرى ليس مهم ليس هناك من فارق كبير ثلاثمية وثمانية وعشرين ثلاثمية وتسعة وعشرين فمحمد ابن العباس هذا كان معاصرا للكلين هذا التفسير ضاع منا أيضا التفسير الثالث تفسير النعماني ابن أبي زينب النعماني من تلامذة الكليني إنه صاحب كتاب الغيبة والذي يعرف بغيبة النعماني توفي سنة ثلاثمية وستين للهجرة عنده تفسير للقرآن ضيعوا ضيعوا ما بقي بأيدينا إلا مقدمة التفسير وهي مقدمة رائقة جدا وراقية جدا ومع ذلك ركضوا وراءها وحرفوا عنوانها فاشتهرت بأنها رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى وليست كذلك هذه مقدمة تفسير الشيخ النعماني والذي كان تفسيرا كبيرا ضيعوه وما بقيت بأيدينا إلا هذه البقايا وهي مهمة جدا تلاحظون عملية التدمير للمنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة لماذا لم يتعرض تفسير الخريان تفسير التبيان للضياع لماذا لم يتعرض تفسير الخراء الذي عنوانه مجمع البيان للطبرس لماذا لم يتعرض للضياع هذه تفسير ناصبية قذرة تفسير جابر لأنه تفسير العطرة ضيعوه تفسير محمد بن العباس هذا التفسير العظيم لأنه يمثل حقائق التفسير العلوي ضيعوه تفسير النعماني ضيعوه تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إمامنا استشهد سنة ميتين وستين للهجرة وتفسيره سيد التفاسير العلوية وكان تفسيرا كبيرا ما بقيت منه إلا بقايا تفسير الفاتحة وتفسير لجزء من سورة البقرة الإمام فسر القرآن كله ضيعوا بقايا بأيدينا من تفسير إمامنا الحسن العسكري وهذه البقايا محرفة محرفة حرفت على مستوى الألفاظ وحرفت على مستوى المعاني الكتاب الذي بين أيدينا والذي يعنون هكذا يعنون في المطابع بالتفسير المنسوب لإمامنا الحسن العسكري هو تفسير إمامنا الحسن العسكري لكنه بقايا بقايا حرفت بعمد وحرفت من دون عمد هذه البقايا تعرضت للتحريف وللتصحيف وهناك من حرف بعض الأسماء في هذا التفسير لكي يكون حجة بيده على إنكار ما بقي منه ففي قصة المختار التي هي كانت مع عبيد الله بن زياد حذفوا اسم عبيد الله بن زياد ووضعوا اسم الحجاج اسم الحجاج ابن يوسف الثقفي حتى تكون دليلا على أن الكتاب محرف وموضوع بينما الحادثة قد وقعت وقعت مع عبيد الله بن زياد وليس مع الحجاج ابن يوسف الثقفي لأن نهضة المختار كانت أيام عبيد الله بن زياد حينما كان واليا في البصرة وقتل المختار قبل خلافة عبد الملك بن مروان الحجاج الثقفي جاء إلى العراق في خلافة عبد الملك بن مروان على أي حال أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل تفسير إمامنا الحسن العسكري ضيعوا والبقايا المتبقية حرفوها حرفت حرفت تحريفا هائلا قد تقولون إذن لماذا هذا التركيز من قبلي على هذا التفسير إذا كان الأمر هكذا ستعرفون من أن العترة الطاهرة حفظت لنا تفسير القرآن وحفظت لنا الدين من خلال هندسة وضعتها العترة الطاهرة في الأحاديث الشريفة حتى لو تعرضت إلى تحريف هائل فإن الذي يعرف هندسة العترة لحفظ الدين يستطيع أن يصل إلى الحقائق وإلا فإن كتب الطبري وتفسير الطبري الذي توفي سنة 310 والذين قبله قبل قليل كنت أحدثكم عن تفسير عطية العوف هذه التفاسير حفظت وأصحابها استطاعوا أن يحافظوا عليها واستطاعت الأجيال التي جاءت من بعدهم أن تحافظ على تلك التفاسير العترة الطاهرة عاجزة عن أن تحافظ على دينها وإن كانت العترة الطاهرة قد ابتليت بشيعة غادرة وبشيعة حمير بإمكان أي حمار غبي أن يضحك عليهم ومع ذلك فإن العترة الطاهرة حافظت على دينها عبر هندسة دقيقة سأحدثكم عنها لأن الشقة الثاني من جريمة المذهب الطوسي بحق دين العترة الطاهرة محاربة برنامج العترة الطاهرة الذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين سأبين لكم هندسة العترة وكيف أن الطوسيين اللعناء الأنجاس حاربوا هذه الهندسة مثل ما دمروا المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة وجاءونا بالمنظومة التفسيرية الطوسية الخرائية النجسة بديلا عنها فعلوا ذلك مع برنامج العترة الطاهرة على أي حال أنا لا أستطيع أن أسب كثيرا في الحديث عن جوامعي الأحاديث التفسيرية بالإجمال سأحدثكم إذا حدثتكم عن تفسير جابر الذي ضيعوه وبقيت منه بقايا بأيدينا وحدثتكم عن تفسير محمد بن العباس البزاس الذي ضيعوه وبقيت منه بقايا بأيدينا وحدثتكم عن تفسير النعماني الذي ضيعوه وبقيت منه بقايا بأيدينا وحدثتكم عن تفسير إمامنا الحسن العسكري الذي فعلوا معه ما فعلوا ثم رجعوا إلى هذه البقية التي لا يستطيعون إطلافها فأصدروا عليها حكم الإعدام مثل ما فعل الخوي وتبعه الباقون كالسيستاني وغيره ما هم يتسابقون على حربهم وعلى نقضهم لبيعة الغدير وتفاصيل لبيعة الغدير تفسير العياش جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية لا نعرف تأريخ وفاة العياش بالضبط لكنه كان معاصرا للكلين ألا تلاحظون أن كتب التفسير هذه كانت في زمان واحد من الذي أحرقها متى أحرقت كتبنا أحرقت سنة أربعمية وثمانية وأربعين أحرقها الطوسي في بغداد وانتقل إلى النجف أحرقها بالاتفاق مع العباسي تفسير العياش العياش كان معاصرا للكلين تفسير العياش أيضا دمروه كان تفسيرا كاملا للقرآن كله وقد رتبه في منهجية ذكية جدا وكل الأحاديث كانت مسندة إذا كانوا يبحثون عن أسانيد فجاء من جاء فرفع الأسانيد كي تكون حجة عندهم من أن أحاديث العياش مع أنها صحيحة ويعرفون صحتها ليس لها أسانيد فهي مرسلة ومن هنا ضعفوها وماذا فعل أيضا ألغى نصف التفسير ما عندنا من تفسير العياش إلى نهاية سورة الكهف من بعد سورة الكهف إلى آخر المصحف لا وجود له توجد روايات قليلة في مجمع البيان للطبرس أو في كتب أخرى نقلت عن التفسير حينما كان موجودا بكامله وهي مرويات قليلة الروايات الكثيرة ليست موجودة بين أيدينا فتفسير العياش الذي بين أيدينا أتلفوا نصفه وأبقوا نصفه ورفعوا الأسانيد كي يكون ذلك عذرا عند الطوسيين في عدم اعتمادهم على هذا التفسير وفعلا هو هذا الذي حدث لا يعتمدون على تفسير العياش لأن أحاديثه ليست مسندة مع أنهم يعلمون أن الأحاديث في الأصل كانت مسندة وهي أحاديث صحيحة ولكنهم يبحثون عن أي ذريعة وتفسير العياش الذي بين أيدينا فيه الكثير من التحريف وقد أسقطت منه الكثير من الجمل والكثير من الكلمات وكذلك هناك اضطراب في ترتيب في ترتيب الأحاديث في أجزاء من التفسير لم تتعرض للتحريف ترتيب العياش للأحاديث كان دقيقا جدا كان دقيقا جدا ولكن هناك أجزاء مما بقي من التفسير الذي هو الآن بين أيدينا هذه الأجزاء تعرضت لتحريف واضح وهناك عبارات وكلمات سقطت من النص بقصد سيئ بسبب جهالة النساخ أو هي الأخطاء البشرية الاعتيادية لكن هذا هو الذي بين أيدينا تفسير القم إنه أستاذ الكلين كان حيا في مدينة قم بحسب ما ينقل الشيخ الصدوق عن مشايخه الذين نقلوا الحديث عن علي بن إبراهيم القم كان حيا إلى سنة 307 للهجرة توفي بعدها بفترة قليلة كما يبدو من القرائن المتوفرة فعلي ابن إبراهيم كان حيا في مدينة قم إلى سنة 307 للهجرة بعدها بفترة ما هي بطويلة توفي رضوان الله تعالى عليه وعلى أبي تفسير القم هو الآخر تعرض إلى تحريف واضح لقد أسقطوا منهما أسقطوا وقدموا وأخروا وعبثوا فيه وبعد ذلك أصدروا حكمهم عليه من أن التفسير هذا ما هو بتفسير القم العاصل وإنما فيه جزء من تفسير القم وأضيف إليه ما أضيف فأسقطوا قيمته من جهة الأسانيد ومن جهة الوثاقة بأن التفسير العاصل هو هذا ألا تلاحظون من أنهم إذا استطاعوا أن يعدموا التفسير أعدموها وإذا لم يستطيعوا إعدامها أنقصوها وحرفوها وإذا لم يجدوا ذلك مفيدا جدا جاءوا إلى جهة الأسانيد وضعفوها صدقوني هذا هو الذي جرى ولا زال يجري هذه الأمور لا يمكن أن تجتمع هكذا جزافا ولا يمكن أن تأتي هكذا صدفة هكذا كل الكتب يفعل بها الحكاية لا تقف عند هذا الحاد تفسير الصدوق لا وجود له بين أيدينا للشيخ الصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة كان له تفسير كبير هذا التفسير لا وجود له أحاديث تفسيره تنتشر في الكتب ولذا في السنوات الأخيرة هناك مؤسسة ثقافية للطباعة والنشر جمعت الأحاديث التي نقلت من تفسير الصدوق في الكتب الحديثية المنتشرة جمعوها في عدة أجزاء وطبعت هذه الأجزاء بعنوان تفسير القرآن للصدوق لكن هذه الأجزاء لا تمثل التفسير الأصل هذا ما جمعته مؤسسة شمس الضحى الثقافية في إيران في عدة مجلدات النتيجة تفسير الصدوق ليس بين أيدينا والروايات التي انتشرت في الكتب الحديثية منقولة عن تفسير الصدوق لا تمثل الوجه الكامل لتفسير الصدوق وإنما هي بقايا من تفسير الصدوق هناك تفسير فرات الكوف فرات ابن ابراهيم الكوف هذا التفسير مهمل لماذا لأنهم أثار على مؤلفه من أنه زيدي ما أنتم تأخذون التفاسير والعقائد من أعداء أهل البيت لماذا لا تأخذون من هذا هل هو عدو لأهل البيت ما أنتم تأخذون دينكم من أعداء أهل البيت القضية ليست لهذا السبب لأن لأن التفسير يجتمل على طائفة من الأحاديث المهمة التي تخبرنا عن المقامات الغيبية للعترة الطاهرة فوجدوا سبيلا لإبعاد هذا التفسير ولإخراجه من دائرة المنظومة التفسيرية في الوسط الشيعي من أننا لا نعرف مذهب المؤلف على أساس أنهم لا يأخذون دينهم إلا من الشيعة الأولياء المخلصين والمخلصين كذب هنا سفلة دين من أوله إلى آخره أخذتموه عن الشافعي وعن المعتزلة وعن الأشاعرة منحي الوالد نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر